في مواجهة قوية تلتخي نور الشربيني مصنف الأولى عالمية مع زملتها نوران جوهر مصنف الثاني عالميا في النهاية بطولة العالم السكواش واللي اعتقام بالمعلاعب الزجاجي بمتحف الحضرات وتأهلت نور الشربيني لمباراة النهائية بعد فوزها على الأمريكية وليفيا ويفر بثلاث أشواب مقابل شهوطين في المباراة اللي أقيمت بينهما أمس في نصف نهاية البطولة بينما صعدت نوران جوهر لمباراة نوران جوهر بعد فوزها على هانيا الحمامي بثلاث أشواب مقابل شهوط واحد لسه مع السكواش وعلى صعيب منافسات الرجال بطولة العالم يلتقي مصطفى عسل المصنف الرابع عالميا مع البوريفي ديجو إلياس في نهاية بطولة العالم واللي برضو اعتقام على ملعب الزجاجي بمتحف الحضرات صعد عسل المباراة النهائية بعد فوزه على نيوزلندي بولكولا مصنف الثاني عالميا بثلاث أشواب مقابل شهوطين بينما صعد إلياس بعد فوزه على علي فرج في نهاية البطولة بثلاث أشواب مقابل شهوط وحيد